والآن نرحب معا بلجنة تحكيم مسابقة الاتحاد الدولي للنقاد في برسي سأتطلق الاتحاد الدولي للنقاد في ديانا مترسيان فيلم كريتيك جيهان بوغرين السعر الخير للأسف زملتنا في لجنة التحكيم جيهان بوغرين اضطرت للسفر بسبب إغلاق الحدود المغربية بس تواصلنا اونلاين وكملنا شغلنا للنهاية انا حسة ان انا محظوظة ان انا بقدم الجايزة دي لسببين اولا انها بتحمل اسم سامير فريد صحيح هي جايزة الفبريسي صحيح هي جايزة الفبريسي الاتحاد الدولي لنقاد السينما وبتمنح في اكتر من 80 مهرجان في العالم لكنها في مهرجان القاهرة السينمائي من عدة سنوات بدأت تحمل اسم سامير فريد اللي كان احد اهم الشخصيات المؤثرة في الثقافة السينمائية المصرية والعربية ودعم السينما الجديدة وشباب صناع الافلام والنقاد ايضا احنا شفنا 15 فيلم كنا محترين نختار منهم ازاي الفيلم الفائز ديانا ولكن كما ذكرت امل احدنا قد هادرت بالفعل واود ان اقول شيئا بلغة انجليزية نيابتر عن الفريق وعذرا لذلك لاننا اتحدث بالانجليزية كل فيلم له جانبه المضيء وبه ما يميزه وكان صعب ان نختار الفائز لان كل المرشحين كانوا جيدين جدا ولدى هناك قصص في ما يتعلق بالدراما التشخصية وكذلك ايضا الامور متعلقة بالجواني بغير المريحة من الناحية النفسية وغيرها والحديث عن اللا عدل وكذلك ايضا الامور متعلقة بمن يعتقدون انهم يمكنهم ان يتحكموا او يغيروا العالم وانهم يكونوا ان يفعلوا ذلك وان يحملوا الامر على عاتقهم ينتمي لسينما المؤلف قصته ليها جاذبية كونية بجوانبها الاجتماعية والانسانية المخرج في اول تجاربه نجح في تقديم دراما تحليلية للتضامن الانساني والاسري للاضطراب العقلي والجسدي بعد ثورة انتهت اول ما بدأت في مشاهد مشحونة بالعاطفة والمشاعر القوية قدم الظلم اللي بيتعرض له الانسان المتمرد المؤمن بانه قادر على تغيير العالم وده من خلال لغة سينمائية بسيطة لكنها بليغة الفائز هو وده من خلال لغة سينمائية وده من خلال لغة سينمائية جافر العبدين تونس اول شيء طبعاً تحية كبيرة لأستاذ سامير فريد والله يرحمه وخللنا بصمة كبيرة في السينما المصرية والسينما العربية شكراً سعيد فرحان مشاعر مدخلتها اول فيلم لقى روح هنا اليوم موجود في مهرجين القهر الدولي في مسابقة الدولية جائزة النقاد اذي الكل جاء بمشاركة فريق كان مميز جداً واللي رجعه الفضل اليوم موجودين هنا نحب نشكر جميع الفريق برشا ساميرك نحب نشكر الكل اللي أعرفوا رواحهم نحب نشكر عائلتي اللي وقفت معايا نحب نشكر مرتي الموجودة ونحب نهدي جائزة ديئة للوالد اللي توفيت في أول أسبوعين تحضير للفيلم ربي رحمها وربي رحم الوالد وشكراً وذهبت الجائزة لفيلم غدوة اخراج النجم ضافر العبدين ألف ألف مبروك للفيلم ولمخرج الفيلم والآن وشكراً كل الشكر بالتأكيد للجنة التحكم